السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأوثاثل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم السبت 24 فبراير 2024 والساعة 9 إلى 10 دقيق مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديثي إليكم مباشر عبر التيك توك وعبر اليوتيوب أزل فلاون إخواني مرحبا بكم جميعا على ذكر الزلف اللون ما زال بعض الناس من حل آخر يرسلوني وآخرهم كان رسلني أحد إخواننا المتابعين وقال لي لماذا تسر على الزلف اللون ويكفي السلام عليكم ورحمة الله إلى آخر هذا موضوع طبعا أنا كنت حدثت فيه أكثر من مرة وشرحت الحقيقة وقلت أن الزلف اللون هذه تشعر بعض إخواننا من القبائل بشكل خاص بأن هناك اعتراف بثقافتهم أو بلغتهم أو من طرف كل الجزائريين وأن هذا ما فيش إشكال أين هو الإشكال إذا كنت أنا نخاطب الجزائريين بالسلام عليكم ورحمة الله اللي هي تحية المسلمين وإحنا الحمد لله في الجزائر كلنا مسلمين وعلى استثناء أربما قليل جدا يعني بضعة ألاف أما شعب جزائري فهو كله مسلم بغض النظر على التزام بالإسلام أم عدم التزامه يعني بالشعار الدينية الناس مسلمة فالتحية هي هذه الإضافة لا يوجد بديل الزلف اللون ليس بديل على السلام عليكم ولا يجب أن تكون بديل لا أصبح الخير ولا أمس الخير ولا زلف اللون ولا أي تحية أخرى تكون بديل على السلام عليكم باعتبارنا مسلمين ولا بانجور ولا بانجور في اعتقادي لكن الناس أحرار فليس عارف لماذا بعض الناس ينزعجون من هذا الموضوع إذا كان هذا الموضوع يوحد الجزائريين يعمق الأخوة يبعد الخصومة يشعر الجزائريين بأنهم يتقبلون بعضهم البعض صحيح حتى الزلف اللون ماهيش كلها عند إخواننا القبائل كلهم يقولوا الزلف اللون أو ربما حتى هي جديدة لأنه كانوا زماني يقولوا مسي الخير في اللون صبح الخير في اللون إلى آخره لكن إذا كانت حاجة مثل هذه تجمع الجزائريين وما فيهاش ضرر لجزائريين آخرين وأكثر من ذلك وأهم من ذلك ما فيهاش مس بقيم هذا المجتمع وعلى أساسها وخاصة القيم قيم الإسلام أين المشكلة؟ أين المشكلة؟ نحن نريد أن نجمع الجزائريين نريد أن نجمع أكثر من الجزائريين نريد أن نجمع المغاربيين وإذا استطعنا أن نجمع المسلمين وأكثر من ذلك نريد أن نتعايش وفق قاعدة ربانية التي هي التعاون على البر والتقوى مع كل البشر خلقنا الله شعوباً وقبائلاً لماذا؟ لتعارفوا إن أكرمكم وعند الله أتقاكم يعني الأصل في الأشياء هو وقول للناس حسنة الإسلام يأمرنا أن نقول للناس حسنة حتى مع المختلف معاه عقائدياً وفكرياً وإيديولوجياً الأصل هو السلام هو الحسن في الحديث في الخطاب في معداء مع الخصوم والأعداء فيكون عندهم نقاش آخر وفق نظرية أنك ترد العدوان يعني أساساً فإخواننا من فضلكم ما لازمش نبقى في الأشياء التافهة يعني تهتم باللي قلنا زلفلون ولا ما قلنا هاش قال هافلان ولا ما قال هاش وما تهتمش بالملايين الفقراء أصحاب البطون الجائعة ربما هذاك ما يزعجكش ما يزعجكش الحرقة آلاف الجزائرين اللي غرقوا في البحر ما يزعجكش ملايين الجزائرين والجزائريات الذين لا يجدون إمكانيات للزواج وبعضهم يفوتوا القطار نهائياً خاصة النساء ما يزعجكش المدارس المدمرة المستشفيات اللي هي بطورات الجامعات اللي هي كوارث وتتحول إلى أبشع من ذلك خاصة الستينيورستير ما يزعجكش نظام حكم بشع يرهب يحتقر يعتقل يفقر يجوع يسجن يعذب حتى جنرالات تم تعذيبه حتى الموت ما يزعجكش هذون وتبقى حاصل في تفصيل هنا أو هناك والهدف معروف منه أنه هو جمع الجزائريين ولا حتى لا يشعر أي أحد من أنه لأنه ماذا يدمر المجتمعات ما الذي يدمر المجتمعات هو الشعوب هو التنابز والتناحر والتناكر والصراعات والخصومات خاصة بين أفراد شعب وقد يقول لي قائل ها كنتم أيضاً تخاسموا في النظام ونخاسموا فيه باش يرجع للحق موش نخاسموا فيه باش ندولوا بلاستو وبعدين ما هيش بلاست حتى واحد هذيك الحكم ليأتي عن طريق الشعب موش عن طريق الدبابة ونحن إذ نخاسمهم ونقاومهم فلكي يعودوا للحق لكي يكفوا عن النهب عن التخريب عن الفشل عن الحجرة عن التدمير لكي لا تغرق الجزائر في مزيد من المآسي لكي لا يهرب الشباب لكي لا يصبح الفساد الأخلاقي هو القاعدة باش ستشتغل لازم تمر على المفسدين أخلاقياً لكي لا يتم تدمير الأسر أكثر منها هي مدمرة وتفقير الناس أكثر مما هم مفقرين ها وإنشراً نخاسموهم إننا لا نخاسمهم على السلطان إننا نخاسمهم من أجل أن يكون هناك دولة عدل وحق ولو أردنا السلطان فيما يعنينا شخصياً لا بقيت أينما كنت أين كنت قبل ثلاثين عام فقد كان الطريق مفروشاً لأعلى المناصب والرتب ولكن فضل الله علي كان عظم ف اتخذ طريق آخر ربي ثبتنا عليه وثبتنا على الحق فمن فضلكم إخوان حاولوا تجمعوا الجزائريين ولا تفرقوهم وما لا يتعارض مع الدين مرحبا بيه بركي أي شيء ما يتعارضش لو جاءت هذه الزلف الله ونقولها فيها حاجة كفري فيها حاجة ضد الدين فيها حاجة ضد القيم ما نقولهاش لكن بما أنها إضافة فقط بعد السلام عليكم ورحمة الله فهذا تقوية ويشهد الله أننا واجهنا قاية صالح والمرتزق اللي كانوا معاه عندما جاءوا في نظرية الزواب وارادوا تفتيت الجزائريين بنظرية الزواب كما نواجه العنصريين المتطرفين اللي يلبسوا لباس القبائلية والقبائلية والأمزغية منهم براء بشي هاجموا العربية والإسلام المتطرفين هنا وهناك هم الذين قد يدمرون البلاد العالم يتجه إلى التوحش أضعف الإيمان أن نتجه إلى التوحد والتعاون والتآخي والتعاضد وهناك قلتها من قبل نعودها والله لو علمنا أن في هذه العصابات واحد في المئة أمل أنها ستصلح البلاد لو وضعنا أيدينا في أيديهم لكننا نعرف أن ما فيش نسبة واحد على المليار أن يكون فيهم صالح أو مصلح أو يسعي للصلاح إن الله لا يسعى عمل المفسدين ومع ذلك أضفنا ونضيف أن هناك أسماء معروفة بإجرامها العظيم لو أغطيح بها واختفت فإننا قد نقول أنهم بدون نشوف طريق صحيح ولقد ذكرتم أكثر من مرة خاصة جناس ثلاثة كبار المجرمين لذلك نقريح أجب برم هنا وعد قادر حداد المعروف بناصر الجن المجرم إذن بركة هذه بديتها بالرغم أن حديثي اليوم سيكون سيجيتكم بكري والحديث سيكون مختصر يعني لن سوف نفوت فيه حوالي ربما ساعة فقط الحديث لأنه عندي التزام بعد هذا اللقاء معاكم وعلى ذلك جيتكم شوية بكري ونعرف الكثيرين سيتابعوا فيما بعد حديثي اليوم سنحاول نختصره في ثلاث محطات على السريع محطة تتعلق بغزة حيث 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 الدماء الأطفال والنساء ما زالت تسيل أنهارا والتجويع والرهيب ومحطة ثانية حتى لا يفوت هذا التاريخ وهو تاريخ اليوم 24 فبراير وهو تاريخ الغزو الروسي لأوكرانيا نقف باختصار أين هي الأوضاع هناك ومحطة ثالثة لماذا يخرج الآن بعض الأبواق التابعة للعصابات لتتحدث على المخاطر التي تتعرض لها البلاد وإمكانية تأجيل الانتخابات إذا أمكنني الوقت كل من موضوع من هذه المواضيع نعطيه ربع ساعة إن شاء الله في غزة يستمر القاتل التوحش صهيوني ويستمر الغضب العالمي كان هناك اليوم مظاهرات في عدد كبير جدا من مدن العالم وعواصم العالم وما زالت الناس تخرج تندد بهذا التوحش الصهيوني وبالتواطئ الغربي أيضا والتواطئ الأمريكي من حيث لآخر نرى هجومات عنيفة على بعض المسؤولين الغربيين مثلا أمس كان فيه هجوم على مش عارف لا المساعد وبعثها لي ولا لا على كلينتون المرشحة الرئاسية السابقة ووزيرة خارجية السابق الأسبق وزوجة كلينتون رئيس الذي حكم أمريكا في تسعينات كان هجوم هجوم عنيف ضدها بتصرفاتها وفي أينما تذهب هذه المرأة الآن هي وامثالها حقيقة كثير من طلبة وأحرار طلبة الغربيين ومعهم مسلمين أحيانا ولكن مش دائما يقفون لهؤلاء المسؤولين في الغرب فيضايقونهم ويحتجون ضدهم وأحيانا يقولون لهم كلام غليظ وكثيرا ما يقفون محاضراتهم أو خطاباتهم ويضعونهم في مواقف حرجة جدا حقيقة أن هذا هذا مطمئن أن هناك في الغرب من يرفض هذا الظلم وهذا العدوان وهذه المواقف من بين الأسباب التي أدت الآن إلى تغيرات في كثير من المواقف في الدول الغربية هي هذه المواقف مواقف الشعوب الغربية جزء منها على الأقل خاصة الشباب اللي حقيقة في الجامعات في المراكز في محطات القطار في يذهبون ويواجهون وأحيانا يتعرضون حتى للقمع وللضرب في بعض الحالات ولكنهم مستمرين في الدفاع عن أطفال ونساء ورجال غزة الذين يقتلون بشكل بشع وبشع جدا وتبرز الصهيونية في أبشع صورها وفي أفضع تجلياتها والحقيقة أنه سبحان الله وكأنه قد اختار أهل غزة لفضح الصهيونية العالمية ولمن يناصرها وهذا هذا سيكتب التريق عليه طويلا وطويلا جدا والحقيقة أن مظاهر الاحتجاج ليست فقط في الدول الغربية إنما أيضا حتى في تل أبيب حتى في عاصمة هم طبعا يقولون أن العاصمة هي القدس لكن عمليا العاصمة هي تل أبيب لأن قليل جدا من الدول التي تعترف بأن القدس عاصمة لهذا الكيان الغاصمة شوف كان هناك قمع شديد لمظاهرة للإسرائيليين في وسط الأبيب كان في هذه أيضا هؤلاء في الغالب المحتجين واللي الآن يتعرضون من حل آخر يتعرضون للقمع وأيضا هم حتى باعتبارهم يهود وإسرائيليين هؤلاء في الغالب هم هؤلاء في الغالب هم أهالي الأسرع والمتعاطفين معهم والمعتارضين على الحرب وبعضهم حتى من المعتارضين على الهمجية أي أنه جزء معتبر من الإسرائيليين الآن في شبه انقسام يعني الآن تقترب عدد الذين يريدون أن تنتهي هذه الحرب تقترب يقترب من النصف الإسرائيليين وهذا تطور مهم مع البداية البداية تقريبا كانوا كلهم مع الحرب ولكن نتيجة للفضاعات اللي خصتهم هما وتعنيهم هما بعضهم أيضا يطلع على فضاعات دولتهم ونظامهم الإجرامي هذا في قتل الغزويين بالمناسبة لإعلام الإسرائيلي غطة نهائيا يعني يحذف ولا يوري صورة نهائيا تغزة إلا لتخدم الأجندة العسكرية الصهيونية لأن كثير من الإسرائيليين يتطلعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم أيضا يقيم في دول غربية دول غربية في تغطية نقدرون نحطها في حدود 10 إلى 15% من حقيقة ما يجري وفي بعض المواقع في بعض القنوات ما فيش حتى 1% لكن تراكمات واستمرار الحال والنسب سماع الأخبار وبعدين خروج كثير من المنظمات الدولية وبعض أصحاب الرأي وبعض الفنانين بعض الرياضيين بعض المشاهير اللي ينددون بما يحدث خلى كثيرين داخل الغرب وداخل الكائل الإسرائيلي أيضا ينظرون ويفهمون ما يجري ويعترضون عليه على الساحة السياسة أي على ساحة التفاوض خاصة على ساحة المعركة العسكرية ما زالت المقاومة تواجه ببسالة وبصمود أسطوري حقيقة نحن اليوم جاوزنا المئة وربعين يوم مئة وربعين يوم منها مئة وعشرين يوم تقريبا من حرب برية ما زال هذا الجيش الذي يعد من أقوى جيوش العالم ضمن العشر حتما وبعضه يضعوا حتى ضمن الخمسة الأقوى في العالم خاصة في المجال التكنولوجي والمدعوم من أقوى جيش في العالم وهو الجيش الأمريكي والمدعوم بعدد من الدول الغربية على الأقل بالسلاح وبعضهم أيضا بالسلاح وبالرجال أو بالمقاتلين مثلا فرنسا أكثر من 4000 مقاتل يحملون الجنسية الفرنسية ويقولون أنهم يحملون أيضا الإسرائيلية لا ندري لسنا متأكدين لكن متأكدين من حملهم الجنسية الفرنسية يقاتلون هنا وقد قتل منهم العشرات لولايات المتحدة أيضا آلاف من الأمريكيين اللي يحملون الجنسية الإسرائيلية أيضا جزء منهم لسنا متأكدين أنهم كلهم يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا يقاتلون هناك وقد قتل منهم عدد معتبر والحقيقة أن تقريبا ما فيش دولة غربية لم يذهب منها مقاتلين ليقاتلوا في غزة ويقتلون الشعب الفلسطيني في اختراق للقوانين الأوروبية في خرق للقوانين الأوروبية التي تمنع أن يذهب لحامل جنسيتها إلى القتال في مكان آخر لكن عندما تعلق الأمر بالكيان الصهيوني سكتوا خنعوا خنسوا قوانينهم أصبحت تحت أرجلهم لكن كي الناس كثير في الغرب محامين منظمات حقوقية أهالي الضحايا في غزة أو الفلسطينيين يرفعون قضايا الآن في قضايا مرفوعة ضد الحكومة الألمانية الآن والحقيقة أن هناك كثير من القضايا سترفع على كثير من المسؤولين الغربيين قضاء يأخذ وقت لهذه القضايا لكن أكيد وأنه وأنه يتضح يضع كثير من ما كان يقوله الغرب يتضح أنه دعاية فارغة وأنه عندما يحق الحق عندما تكون هناك أوضاع معينة ينسون كل هذه ينسون كل هذه المبادئ الحقوقية والإنسانية والديمقراطية وكأن ذكرنا هذا بعباد الأصنام في زمن ما قبل البعثة المحمدية كان العربي أو غير العربي بعضهم يصنع سنم يديروا من تمر يديروا من يشعر من واس ولما يجوع الإله ويصلي له ويركعله لكن لو كان يحبس له الأكل وما يلقاش يأكله فيأكل إله حقيقة أن القوى الغربية تأكل كثير من القوانين والقواعد والقيم والمبادئ التي تغنت بها طويلا والتي حتى من خلال اعتذرت على بعض جرائمها في مستعمراتها وبعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك صورة مثالية على أن الغرب تعلم من كل مآسيه لأنه هو المتسبب الحرب العالمية الأولى والثانية نهيك على استعمار لثلاث أربع سكان العالم لكن عندما جاءت أحداث معينة نسيا كل هذا ومن ومن إغرق أو من إظهار هذه الصورة وإظهار تنقضاتها هو أن حرب غزة حرب الصهيونية المتوحشة على غزة جاءت بعد حوالي عشرين شهر من الغزو الروسي لأوكرانيا اللي اليوم تحل الذكرى الثانية له وببداية اليوم رأنتخلنا في العام الثالث في حين أنهم هرولوا وسارعوا للدفاع عن أوكرانيا بعد ثلاث أسبوع أو لربعة مش في البداية بداية كانوا متردين مش عارفين كانوا بلاك روسيا تدي كييف في بضعة في أسبوع كما كانت تقول الدعاية الروسية إلى درجة أن بريطانيا والولايات المتحدة والدول الغربية عرضوا على زيلنسكي والحكومة الأوكرانية أن تلتحق بإحدى الدول الغربية باشتعرض الاحتلال الروسي من هناك لكن عندما فشل بوتين في الإطاحة بكييف والإطاحة بالحكومة فيها وهو اللي كان يقول أن قضية قضية ثلاثة أيام إلى أسبوع دعاية الروسية حتى المخابرات الغربية صدقتها في جزء كبير منها حينما فشل تتذكروا وذلك الطابور اللي كان في حوالي خمسين كيلومتر أو ستين كيلومتر من الشاحنات اللي حصلت في الطريق وجزء منها فقط لتخلي كييف واللي حقيقة اللي سارع في دعم دعم كييف ودعم أوكرانيا كانوا خاصة الأتراك بطائرات بدون طيار والمقاومة الأوكرانية أيضاً عندما فشل بوتين في ذلك بدأ الغرب وقد تأكد من أن كييف قد لا تسقط فبدأ بمساعدة كييف والحقيقة قد ملها مساعدات لحد الآن تجاوزت الميتين مليار دولار بلايات المتحدة وحدها تجاوزت المية وعشرين أو مية وثلاثين مليار دولار والدول الغربية الأخرى تجاوزت المية مليار دولار وكيين أشياء حتى لا نسمع بها وهو دعم متعدد دعم عسكري اقتصادي مالي لورجستيكي اجتماعي استقبلوا ملايين الأوكران في بلدانهم يعطوهم مداخيل يعطوهم بيوت أعطوهم عمل واللي ما يعملش يعطوه مقابل منحة إلى آخره أي أنهم وقفوا باعتبار أن أوكرانيا تعرضت لغزو وهذا حقيقة فدافعوا على المظلوم لكن لما جات غزة هي تعرضت لغزو وهي تتعرض لغزو منذ 75 سنة تحت الاحتلال 76 سنة خرج بايدن وصل به الوقاحة وصلت الوقاحة بايدن أن يخرج في الأيام الأولى ويلقي بخطاب نظر في حدود 15-16 أكتوبر يقول فيه إننا نقف مع أوكرانيا وإسرائيل لأنهم تعرضوا لاعتداء فحماس مثلها مثل روسيا اعتدت روسيا على أوكرانيا واعتدت حماس على إسرائيل في كذبة عالمية لا أحد يصدق ذلك المقاومة الفلسطينية لم تعتدي على إسرائيل المقاومة الفلسطينية قامت بعمل مقاوم وهي التي تخضع للاحتلال منذ 75 سنة بشكل أو بآخر المقاومة المقاومة الفلسطينية هي تحت الاحتلال غزة في القانون الدولي يقول قانون الدولي أن غزة محتلة حتى ولو لم يتواجد فيها عسكر إسرائيل لأنها محاصرة جواً وبحراً وأرضاً ومن كل نواحي فهي محتلة لكن تدليس طبعاً لم يمر طويلاً ذلك التدليس وما عودهاش لأنه خرجوا له كثير حتى من الأمريكيين حتى من المساندين الإسرائيل بلغت هنا على قول مرات بعض الجزائرين عندهم عبارة يقولون له ركتيري برك هنا قالوا له لا لا هذه المقارنة كونغة مدرتهاش صحيح روسيا غزة أوكرانيا لكن في إسرائيل في حديث طويل وخرجوا له حتى أمريكيين بعض الحقوقين قالوا له غزة راي تحت الاحتلال والمحتل ما هوش الفلسطينيين الذين يحتلون إسرائيل راي إسرائيل اللي تحتل الفلسطينيين فتراجع فيما بعد لم يعد يذكر ذلك لكن بشتوف العمى هذا رئيس أكبر إمبراطورية يعني رئيس أكبر قوة عظمى في العالم واللي ذهب يقدم أسلحة بلا حدود ومال بلا حدود ودعم سياسي ودعم دبلوماسي ودعم إعلامي ودعم ميداني ودعم لوجيستي ودعم استخباراتي وأرسلوا حتى ضباط وجنود لبعض مصادر تقول أنهم موجودين في غزة لكن أقل شيء موجودين في البوارج الحربية حيث أرسلت الولايات المتحدة بارجتين إضافة ليس بارجتين حاملتين طائرات وعشرات البوارج بما فيهم غواصة نووية لنعود لأوكرانيا ونربط دائما بغزة الأوضاع اليوم في أوكرانيا لو نلخصوها هي باختصار لم تنهزم أوكرانيا ولم تنتصر لم تنتصر روسيا ولم تنهزم إنها الحرب هناك تقريبا شبه متعادلة في الأسابيع الأخيرة وخاصة منذ 11-7 أكتوبر بدأت أوكرانيا تخسر أول خسارة حدثت لأوكرانيا هو أن تحول الرأي العام العالمي من التركيز على أوكرانيا إلى التركيز على ما يجري في غزة وفلسطين وما يسمى بإسرائيل فكان هذا خسارة كبيرة جدا لأن ننتقلت ننتقلت التركيز من أوكرانيا والغزو الروسي إلى ما يجري في فلسطين ثاني خسارة لأوكرانيا بعد 7 أكتوبر أن الإعلام العالمي مش فقط التركيز بشكل عام والمتابعة عن الناس الإعلام العالمي تقريبا خاصة في الأسبوع الأولى كان في حدود 90% يتحدث على ما يجري في إسرائيل وغزة وجزء بسيط على أوكرانيا الأمر الثالث وهذا كان لا يقل خطورة هو أن الدعم الغربي بدأ جزء منه يذهب إلى إسرائيل خاصة الأمريكي وليس إلى أوكرانيا وكثير من الأسلحة التي كانوا مجاهزين باشترح الأوكرانيا ذهبت إلى إسرائيل بلايات المتحدة أرسلت أكثر من 200 طائرة محملة بالأسلحة وهذا الرقم عنده شهر الآن منكر من 300 طائرة وأرسلت عشرات البواخر المحملة بآلاف الأطنان من الأسلحة ناهيك على الخبارات فجزء كبير من السلاح اللي كان باشي يروح إلى أوكرانيا راح إلى إسرائيل أمر الرابع الجهد الإعلامي الجهد الدبلوماسي والسياسي الغربي وخاصة الأمريكي أصبح من أجل الدفاع على إسرائيل وحماية إسرائيل وخدمة إسرائيل وليس أوكرانيا الجزء الخامس أن الكونغرس قالنا ما نقدرش ندعم كل شيء الجمهوريين بشكل خاص ندعم إسرائيل ولكن أوكرانيا تنتظر ولذلك الدعم الأمريكي لأوكرانيا نقص بشكل كبير جدا وهذا من بين أسبابه أدى إلى أن روسيا في هجوماتها الأخيرة استعادت كثير من الأراضي استعادت مجموعة من البلدات والمدن آخرها قبل أسبوع أي أن المبادرة انتقلت من أوكرانيا في الصيف الماضي إلى روسيا الآن صحيح أن الروس لم يتقدموا كثيرا ولكن أهم بالنسبة ليهم أنهم لم يخسروا وما زالوا يحتفظون بحوالي 60% من أراضي الأقاليم الأربعة التي ضمتها روسيا واعتبرتها جزء من روسيا خاركيف وزاباروجيا ودونياسك وغدانسك إلى آخر الأخطر من ذلك هو أن أوكرانيا تشعر أنها في وضع سيء جدا كلما استمرت الحرب المتوحشة على غزة وكانت أوكرانيا تعتقد مثل الولايات المتحدة وأوروبا وبن سلمان وسيسي وكلهم كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستقضي على المقاومة في خلال شهر شهرين الآن نحن ندخلين في الشهر الخامس نحن ندخل في نصف الشهر الخامس وهذا أثر كثيراً على المعنويات داخل أوكرانيا أوكرانيا تجد الآن صعوبة كبيرة في التجنيد في حين أن روسيا تلجأ أكثر فأكثر إلى المرتزقة هناك عشرات الآلاف المرتزقة للأسف كثيرين منهم سوريين وأفارقة وفيهم بعض الشمال الإفريقيين فيهم حتى شوية من الجزائريين والمغاربة والتوانسا والمصريين وسودانيين للأسف يعني لكن الكمية الكبيرة التي ستصل إلى روسيا هي تصل من بعض الجمهوريات التي تسمى بجمهورية روسيا السابقة السوفيتية السابقة ومن السوريين بشكل خاص والأفارقة أيضا تعتمد أيضا أوكرانيا على المرتزقة لكنهم بدرجة أقل لأنهم في الغالب مرتزقة أوروبيين الوضع خلاصته ما هو؟ الوضع خلاصته أن الحرب ستستمر وأن ليس هناك أي شيء في الأفق الشيء الذي حقه بوتين هو أن عدم التركيز الغرب على أوكرانيا أعطاه فسحة عسكرية سياسية إعلامية وأكثر من ذلك أن بوتين وإعلامه بدأ يخرج يقول انظروا إلى ازدواجية المعايير تا الغرب انظروا أن الغرب يقف مع إسرائيل التي تغزو ويقف ضد الشعب المحتل في حين أننا نحن في الحقيقة كنا سنسترجع فقط أراضينا لأن أوكرانيا في الأصل هي جزء من روسيا إذن في الحقيقة غزة أنقذت فوتين وجيشه إذا ما أنقذتهش من انهيار عسكري فقد أنقذته من انهيار أو من ضربات أخلاقية إعلامية دبلوماسية سياسية لم يعود هناك في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية الحديث على الغزو الروسي إنما على الحرب ضد الشعب الغزاوي أو على أقل سموها حرب إسرائيل على غزة ولذلك ظهر كوتين عندما تلقى الصحفي الأمريكي الشهير كارلسون كان في قمة تشعر أنه في قمة الارتياح في قمة السعادة لم يكن منزعجا وجهه منشرحا كان يقدم نكت كلها تعبر عن نفسيته هذا ليس بوتين اللي كان قبل ست شهر هذا ليس بوتين اللي شفناه لما مثلا قام بريغوجين بمحاولة الهجوم على موسكو كان بوتين يظهر وكأنها لا قطرة الدم في وجهه هذا ليس بوتين اللي يظهر قبل سنة وهو يتلقى في الخسارات الكبرى في أوكرانيا إلى آخره فبوتين أصبح في الحقيقة مرتاح جدا وهذه واحدة من الكوارث هي بركات بركات غزة إذا سميناها إذا صحت العبارة على بوتين ولكن واحدة من الكوارث من العمى السياسي الاستراتيجي الغربي بحيث أنه وهو يأخذ حرب ساخنة مع الروس وباردة مع الصين ذهب ونسي كل هذا عندما أصبح أو سمع بسبع أكتوبر فنسوا كل العالم وركزوا كلهم على الكيان الصهيوني الذي صنعوه وها هو خافوا أن يتهاوى أمامهم الصين تربح على مستويات متعددة شفنا مثلا أمس السفير الصيني في لاهاي يشن هجوم عنيف على إسرائيل وعلى الغرب ويقولهم بأن غزة من حقها أن تقاوم بالسلاح وفق القانون الدولي وذكر حتى لائحة 3070 وهي بالفعل تعطي الشعوب حق الدفاع ولو بالسلاح الشعوب المحتلة والصيني في الحقيقة يربح أيضا في منطقته وفي مجاله الحيوي في بحر الصين في جنوب شرق آسيا بشأن طايوان طايوان مرعوبة الآن وفي كثير من تقديرات أن الصين ستخذ طايوان في أشهر أو أقصى تقدير قبل 2027 أي في خلال تلسسنوات إذا ما أرادت وقررت فإن أكيد أن الصين صحيح قد تدفع هي ثمن عسكري كبير جدا أيضا لأن طايوان ليس سهلة وربما تدخل أمريكا لكن أكيد أن الصين ستحدث انقلاب على الساحة العالمية وربما نذهب إلى حرب إقليمية أو عالمية لكن الصين ترى الآن فرصتها في غزو طايوان أفضل بكثير مما كانت عليه من قبل 7 أكتوبر وهذا نتيجة للاخطاء استراتيجية التي ارتكبتها الولايات المتحدة وما تزال بحيث اعتبرت أن الهم الأكبر انتاحها هو الحفاظ على الكيان الإسرائيلي ونسيت أو تناست أو وضعت جانبا ولو لحين القضايا الكبرى التي كانت أيضا من اهتماماتها القصوى وتعتبرها من قضاياها الاستراتيجية البالغة شوف التوقيت بش لاني رح نتوقف هنا رح نرجع لهذه المواضيع كلها اليوم إذا شئتم هذه كلها مقدمات لهذه المواضيع رح نرجع لها لأني أريد أيضا أن ندخل في موضوع آخر وهو سنعتبره أيضا مقدمة اليوم لأني سأغادركم بعد 20 دقيقة من الآن أو 25 دقيقة على قصة تقدير نعود إلى الجزائر نعود إلى الجزائر دعونا نرى شيء أو قبل أن نعود في القضاء إذا سمحتوا لي نعود من خلال هذا جزائر طبيب جزائر نعود إلى الجزائر أو جزائر أو جزائر أو جزائر أو جزائر نعود إلى الجزائر جزائر نعود إلى الجزائر أو جزائر أو جزائر أو جزائر أو جزائر أو جزائر ودخولهم إلى غزة وبقاء أسبوع هناك وما رأى من من الجحيم وكيف أن طبيب يقوم بقطع أتحدث على رجل أو بنت بنته بدون بدون أنستيزي بدون شيء شيء عجيب والحقيقة أننا سنسمع الكثير من هذه القضايا وهناك أطباء وهناك شهادات ربما إن شاء الله أيضا في اللاعبات القادمة قدم لكم جزء منها شهادات فرنسيين أطباء فرنسيين جاءوا مؤخرا من من غزة شكرا لأخونا لأرسل هذا الموضوع الأولى بعد الحراكية هذه الانتخابات التي سوف تجرع إذا لم يحدث طارق كبير خارق للعادة يعني الدستور ربما يعني ما عنديش في ذاني ولكن أنا شفت سينيقال أجلت المفرض هي راح تجري خلال هذه السنة شفت سينيقال أجلت الانتخابات وهو قال لك إذا مشات الأمور إلى آخرين ممكن تجري الانتخابات في هذه السنة يعني هذا بنغرينا كان خرج قبل أيام بش يعطي إشارة هند كما يسمى بالانجليزية إشارة من أن الانتخابات قد تؤجل قد تؤجل إذا حدثت ظروف معينة من غيره عندها علاقة بالانتخابات الرئاسية عندها علاقة بالسياق العالمي المشهون بالمخاطر على الأمم عندها علاقة بكون بلادنا مستهدفة مستهدفة ليس فقط بالتطورات في منطقة الساحل ونعبدون ونرجعوا لها إنما الإدارة الأمريكية إحنا شفنا الآن بالأمس السفيرة تعلوليات المتحدة في مجلس الأمن تندد تندد بكون الجزائر عرضت يعني جرى التعرض مشروع اللائحة للتصويت وغير قابل للتعديل يعني تندد بالإجراء في حد ذاته حتى مش بالمضمون ونعبدو نرجعوا له فيما بعد عفوا كنقول سنة مفصلية سنة مفصلية لأن أولا منذ الحرب على أوكرانيا فيه انحدارات انحرافات في العالم كله وإحنا محاطين تقريبا باللاأمن اللأمن في كل المنطقة ثم هي سنة الانتخابات وبالتالي الرئاسيات موعدها مجدا ولهديك بالنسبة لنا قبل ما نتطرق لموقفنا إحنا من الرئاسيات إحنا يهمنا إنه تتوفر كل الشروط السياسية والاجتماعية أيضا يعني باش تكون الساكينة باش الجزائريين يكونوا مرتاحين يقدروا شاركوا في النقاش يقدروا ينخرطوا في النقاش يعني في النهاية عند أكثر من تدخل لكن في النهاية تشير يعني لازم تتوفر شروط كثيرة جدا ثاني إلى آخره وإذا ما توفرت شروط تتأجل الانتخابات من هو الثالث الذي يخرج معني بهذا المعنى هو شخص تقريبا الناس الآن سواه وأكيد من اللي رامي تابعوا فيه الكثيرين لا يعرفونه وهو رئيس الحكومة في زمن الإنقلاب واحد الذين شاركوا في الإنقلاب سيد أحمد غزالي برغم من أنه هو اللي أجرى الانتخابات تاحد وتسعين وقال أنها كانت انتخابات حرة ونزيهة عنده تشطرح بهذا لكنه فيما بعد العسكر قالوا له لا لازم تقول ما كانش لا حرة ولا نزيهة ولا تجي معنا في الإنقلاب ولا تدفع انت الثمن فامشى معاهم في الإنقلاب تاعة ثلاث وتسعين لسي هو سيد أحمد غزالي وبعدين لما قتل بوذياب بهذه الطريقة البشعة كما تعرفونها طردوه طردوه من رئاسة الحكومة وجابو عبد السلامبلي وبعينوه سافير قاعد سنة في فرنسا وبعدين طردوه من فرنسا أيضا سيد أحمد غزالي خرج وين خرج الغريف في الأمر أنه وين خرج خرج في ما يسمى بال الفوروم تاع المجاهد خرج في الصحيفة كلكم تعرفوها فلم تعد تمثل حاجة يسموها المجاهد والله يعني تمثل العصابات فقط للأسف لكل أسف وألم خرج في إذن في الفوروم تاع المجاهد جريدة المجاهد وهي جريدة حكومية أول جريدة حتى كانت أنشئة أيام الثورة يعني كانت ظهرت أيام الثورة ولكن للأسف الناس كلهم يعرفوها أنه في الجزائر يعني في أفضل حالات يستخدموها باش يمسحوا الزجاج أو باش يبيعوه فيها السردين لما كان السردين رخيص وهذا هي الجرائد الحكومية كلها أوح كل الجرائد حقيقة حتى الخاصة حتى لم يعد هناك شيء اسمه جرائد الله أعلم ولا رأي منخالف ولا لكن مع ذلك جابوا في هذه الجريدة وسيد أحمد غزالي المفروض رأى كين جهات كثيرة غاضبة عليه يعني لكن كيف يجيبوه هما طبعا بتنمو الفرصة قال لك اليوم 24 فبراير وهو كان مدير عام لصناطراك في الواحد وسبعين لما وصرات لما صرات تأميم المحروقات إلى آخر إلى آخره فوكانه جاء يتكلم عن الموضوع هذا لكن ما تكلمش عن الموضوع هذا فقط احنا نعرف هذه المجاهد هذه ما تخرش فيها كلمة بدون ما يفحصوها الفيرجيل يفحصوها لماذا؟ لأنه بالنسبة للعالم الخارجي سفارات أو اللي توصلهم هذا الجريدة عارفينها فارغة لكن عارفينها تمثل لوجهة النظر الرسمية جدا 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 فخرج يقول كما قالت لويزا حنون هناك مخاطر وهناك كوارث وهناك اضطرابات في العالم وإلى آخره ولازم يكون هناك التحام بين الجيش والشعب ولازم يكون هناك وضع أفضل والجزيرة هي تتعرض لمخاطر وبيني وبينكم الوصف هذا مش خاطئ يعني في الوصف جزء منه صحيح لكن حقه يراد به باطل يعني الوضع الكارثي الذي تسببت فيه عصابات الحكم واللي كان أمامها فرصة عظيمة جدا أعطاها للشعب الجزائري في الحرك باش تذهب إلى تمدين الدولة ولو تدرجا باش تذهب إلى أن الجنيرات يبتعدون على السياسة وعلى البزنس ويهتموا بالجيش وبالدفاع وبالأمن الوطني إلى آخره باش تخرج عقليات ووجوه جزائريين وجزائريات نظيفة تدير البلاد وتختفي الوجوه القادرة والوجوه البائسة والناهبة والفاجرة ما قبلوش بهذا الوضع بل بالعكس اقتنموا الفرصة جابوا بوتفليقة بر اللي كانوا باش يدعطوا عودة خامسة وهو مية في شريطة وبعدين جابونا واحد لا يقل بؤسا عن بوتفليقة صحيح يمشي على رجليه ولكن لا يقل بؤسا على بوتفليقة وهو ستين سنة خمسة وخمسين سنة هو في الإدارة تببون وكان وزير عن بوتفليقة وكان رئيس وزراء عن بوتفليقة إلى آخره وجابوا الوزراء والجميع بدل موسى الحاج بالحاج موسى جابوا خمسة ولا ست وجوه لكن سرعانا ما هذه الوجوه لأنهم جابوها من أماكن قادرة سقطت بما فيهم هذا الوزير الضيافات على سبيل المثال وبقى الحاج موسى هو موسى الحاج راحوا جنيرالات دخلوا للحبس وخرجوا الجنيرالات لا يقلون عنهم سوء بل عادوا وراحوا جابوا من جنيرالات الذباحين تعالى تسعينات لماذا؟ لأن شنغريحة أصبحوا وقايد الجيش وشنغريحة كان معروف أنه عقيد ذباح في الناحية العسكرية الأولى في الفرقة الأولى ثم في الفرقة الثامنة في بالعباس في البويرة وما جاورها خاصة الأخضارية إلى آخره وفي بالعباس وما جاورها فجابونا شنغريحة وحطوها قائد الجيش وشنغريحة عاود استرجاع ناصر الجن جبار مهنة مجموعة من الذباحين الحقيقة الحراكة أعطاهم فرصة عظيمة جدا باش يبتعدوا على السياسة يبتعدوا على الصراعات والخصومات في مبيناتهم يروني في ربعين جنيرال في السجون وعدد منهم رأوا تحت القبور تحت التعذيب ماتوا تحت التعذيب أنا نذكركم في الغالب نشير إلى ثلاثة هم رأهم أكثر لكن هذه الثلاثة عندي أدلة مطلقة أنهم قتلوا تحت التعذيب الجنيرال صواب قائد ناحية العسكرية الثانية في زمن القايد صالح ولما مات القايد صالح هرب وهو أنسيب القايد صالح وسلمت لهم فرنسا في مارس 2020 الجنيرال رشيد شواكي اللي كان مسؤول المشتريات العسكرية في الخارج الأسلحة وكان أيام القايد صالح وأصبح ملياردير البعض يقوله حتى بالدولار لكن أقل شي يمتلك عشرات إلى مش مئات الملايين من الدولارات نتيجة الرشاوي عذي بعذاب النقر حتى مات والجنيرال العروسي اللي كان قايد من ناحية العسكرية الثانية وأطاحوا به قبل أشهر وبعد أسبوع خرجوه من مركز عبلة ميت وكان قايد ناحية العسكرية الثانية قبلها بأسابيع فقط والناحية العسكرية الثانية هي واحدة من أخطر النواحي بعد الأولى يعني تغطي المنطقة الغربية وأنتم عارفين الخصومات ما بين النظام المغربي والجزائر هذه الثلاثة التي خرجوهم خاصة كان يومها لابس عمامة وطلع فوق منبر في مسجد يقول لازم يكونوا خبارجية عند البوليس وعند الضرك وعند العسكر وعند إلى هذا الحد يعني ما عنده لا قيمة لا أخلاق لا ذرة كرامة لا يعني مسحوط فلا يجدونها يعني كأن الناس راهم الآن في سجونهم يعني مثل ويحيا مثل السلال مثل ذكروا لي البعض قالوا بعض الوزراء هناك يطلبوا الموت يتمناوا الموت وبعضهم حاول الانتحار لأن لأن حالة وين كانوا وحالة الذل أصبحوا فيها ما تحملوهاش وكلهم أمراض كل الأمراض مستهم حتى بعض منهم فقد عقلوا يعني فجاوش يقولون على شي نحن نعرفه بأن هناك مخاطر على البلاد مخاطر خارجي نعم من المتسبب السؤال اللي ما يجاوش عليه من المتسبب في هذه المخاطر واحد اثنين لماذا الحراك والحركيين والأحرار لما كانوا يقولوا لكم حذروا راهوا الحراك جاء باش ينقذكم من صراعاتكم وخصوماتكم وأيضا باش ينقذ البلاد من التربص بها داخليا أخطر قضية الآن اللي هي برزت بشكل كبير ما هي هي إلغاء الطغمة العسكرية في مالي لاتفاق الجزائر 2015 وقتلها الأزواديين ووصولها إلى حدود الجزائر وقصفها حتى في الحدود على بقى 500 متر نهار اللي قتله قاعد عسكري سمى حسن أكفا جاكا أحد كبار قاعد العسكري الأزوادي من الذي تسبب في هذا شينغريحة لما جاء بالفاقنر لأنه جيش مالي هذا هذا ما هوش حتى جيش بغداد كما يبكر الناس يقولوا جيش بغداد لما يقلوا ورقات لا هذا جيش ما يساوي شيء لكن لما جاء فاقنر المتوحشين وزاد ساعدتهم تركيا بطائرات بدون طيار والأسلحة الروسية والصينية تراكمت استطاعوا أن يصل للحدود الجزائرية ويهدد الجزائر من الذي جاء بفاقنر إلى مالي شينغريحة وذلك لما جابهم قبل سنتين وتكلمت على ذلك قبل سنتين وربع شهر في أكتوبر 2021 قتلوا أنت خائن وأنت سا موجودة التصريحات أنت أنت تهدد المصلحة الوطن وأنه كان كائن أي مسؤول عنده ضمير يفوتك عند القاضي العادل اللي يصدر عليك حكم الاعدام أقل شيء في شينغريحة أنه يعدم من رحلوش تسعينات وجرائمه وفضايعه وكوارثه ونهبه واختصابه وفساده لا فقط في قضية الإتيان بفاقنر إلى مالي وينقلبون علينا لأن الإمارات تدخل على الخط وتموّلهم في حين أن أي واحد يعرف أن تمويل الإمارات لفاقنر قديم واسألوها الليبيا مثلا لكن هذا هو لما يحكم الناس جهل يحكم الناس لا عقل لهم يحكم الناس لا أخلاق لهم يحكم الناس لا فهم لهم يحكم الناس ما يقدروش أين قضى عمرو شينغريحة 18 سنة في بشار واش كان يدير الغزال والفجور والفساد والنهب ولا دروغ وهذا واش كان واش كان ويحيا والحاج اللي كان معاه نفس الشيء اللي راه درك جنرال درك على سبيل المثال إذن السؤال الرئيسي اللي راههم الآن يخرجوا يقول لك جزائر ما خاطر نعم كين ما خاطر لكن لازم نعرف من المتسبب فيها أساسا من الذي فتح الإمارات مش خرج الحراك لما جات فرصة الشعب جزائري خرج وقال وهاجم الإمارات بشدة وقال لهم ديروا الانتخابات في الإمارات وفرض وفرض على الإمارات أن يهربوا كبار مسؤوليها الشيباني يهرب في 15-16 مارس في طائرة خاصة 2019 شعب كان يعرف تريد شر بالبلاد وبه تبون لأن اعتبرت جنح تبون لأن اعتبرت أن الجنح تبون يميل إلى القطريين والأتراك فراحت إلى لعبتها المفضلة وهي التحريض من كل جهات علاقاتها مع المغرب كانت موجودة عمقتها ورحت فيها بعيد موريطانيا رهي تحت احتلال تحت الإماراتي المالي يدار بالمال الإماراتي وبفاغنر العسكريين النيجر الآن الإمارات تدخل بقوة في تونس سحبت قيس سعيد من عند الجنرالات وأصبحت هي اللي تديره بشكل كبير جدا في ليبيا تعرفون ولولا أن الأتراك والقطريين موجودين في ليبيا لكان حفتر ومن معه رههم يضربوا في حدود جزائرية الآن وهكذا نضطروا الآن ندخل بعد في حروب مش حفتر كان هدد قبل ذلك طيب أي واحد يعرف أن حفتر هدد جزائر في 2018 من هو حفتر مدعوم روسيا إماراتيا أساسا ومصريا طيب لماذا لا تفهم أنا ذاك أن الإمارات هذه خطر كيف لم ترانا الإمارات تحت الموريطانيا الآن كيف تأتي بفاغنر لمالي والإمارات هي التي تملي على العسكريين هناك وتذهب بهم إلى أبوظبي ودبي من أجل الشهوات والملذات وما يتبع ذلك وصلي الوقت باش نتوقف فرح نرجع لهذا المواضيع كلها كما قلت نعاود نرجع لها إن شاء الله ونقول لهم فقط أن من أبشأ الكوارث ليظهر فيها ضعفكم ويظهر فيها انهياركم هو عندما تصل لروسيا اللي كنت تعتبرهم حلفائكم وأسيادكم وحتى كنت تتخصموا مع الأخرين واعتبروا على اعتبار أن روسيا معاكم والصين توصل روسيا والصين ترفض دخولكم للبريكس ويخرج لافروف يقول إحنا دخلنا فقط لأنهم هيبة عالمية وتأثير دولي أكثر من ذلك أكثر من ذلك وهذا طبعا ليزاد أصابكم الآن بالجنون وانا قلت لكم الحل أين هو ونعاودو لكم الآن باختصار لافروف الروس اجتمعوا وداروا اللقاء الروسي العربي في مراكش مرفتوش لأنه عندكم قطيعة مع النظام المغربي والحقيقة أنكم وانتم لقطعتوا العلاقات دبلوماسية في كذبة الصيف 2021 الحراق اللي أقدم عليها جبار مهنم انتوا رحتوا تتهموا بها رشاد ومش عارفوا والمغرب وإسرائيل والكلام الفارغ التافه متاعكم تحسبوش تمروه في الداخل يمر في الخارج أكثر من ذلك لافروف كان مشارك في البرازيل هذا الوزير الخارجي الروسي في اللقاء اللي تم لمجموعة العشرين أرجع طبعاً ما بين موسكو وبرازيليا حوالي 12 ألف كيلومتر أو أو ربما أكثر ويندرليس كال داروا في المغرب في إشارة واضحة أن العلاقات الروسية المغربية هي الأصل الآن وليس الروسية الجزائرية قبل ذلك لما رح شارك في مراكش أين ذهب لافروب؟ ذهب إلى القاهرة رح للمراكش وفي طريق العودة ذهب إلى تونس وكان الجزائر لا توجد في إشارة واضحة عليكم أنكم بالنسبة لي أصبحتون خصوم على الأقل لم تصبحوا أصدقاء وأن الصدقات تغيرت هذا واحد من أدلة الفشل العظمى أنا شخصياً ما عنديش مانع أن لافروف ولا كلينتون ولا بلينكين ولا يروح للمغرب ولا يروح لمصر ولا يروح لجوهنسبورغ ولا هذه علاقات دولية وتنضي كما هي لكن أنتم كنتم حتى لدى الشعب الجزائري حتى لما وقفتوا مع الروس ضد أوكرانيا يستطيع الناس أن يرجع إلى قنواتكم ومواقعكم وذبابكم كلهم مع الروس وكان الروس هذا جزائريين ونحن ناسينهم وكان روسيا كي تحتل أوكرانيا هذه زيادة الجزائر هاي روسيا دارت عليكم والحقيقة روسيا مش فقط دارت عليكم روسيا عندها تخطيط استراتيجي وهذا بتحالف إماراتي أن تدفع الجزائر إلى الفوضى العارمة ليس لي كسر الجزائر فقط لأنها الآن أصبحت تعتبر أن النظام في الجزائر يشكل لها قلق قلق في ليبيا قلق في النيجر قلق في مالي قلق في أماكن كثيرة في موريطانيا لروسيا والإمارات روسيا والإمارات وهنا يا ربا مهري أقولها لأول مرة بهذا الوضوح بعد ما فكرت كثير وقرأت كثير وحاولت نشوف الروس دائما ما هي السياسات ماذا تريد روسيا اليوم تريد أن تنتقم من أوروبا ومن الغرب الذي حاصرها بشدة في أوكرانيا وهي تحت حصار وعقوبات وكوارث أقل شيء مش هدلها 600 مليار دولار 350 مليار كاش و250 مليار في عقوبات على الأوليغارك وعلى غيرهم أقل شيء 600 مليار دولار كاش وروسيا سمعت من الأمريكا والأوروبيين أنهم يريدون تفكيكها استراتيجيا إذن ما هو التفكير الروسي يعني لو جيتنا روسي قاعدتنا نفكر لو جيتنا روسي ماذا أفعل أفكيك أوروبا وأفكيك الغرب في تفكيك الولايات المتحدة هاو جاي ترامب وبالنسبة لبوتين هذه أعظم فرصة وترامب خدمته هو تفكيك الولايات المتحدة والصراعات كثيرة في أوروبا كيف تفكيكها؟ يكفي أن تدعم اليمين المتطرف وأن تكون هناك هجرات بآلاف وعشرات الألاف ومئات الألاف انتع الناس من العالم العربي والإفريقي إلى أوروبا في 2016 كادت أوروبا أن تغرق بهجرة مليون سوري ومعها ممكن 300-400 ألف أفغان وعراق إلى آخره تخيلوا لو لا قدر الله تسرع فوضى في الجزائر تنهار البلاد لا قدر الله ماذا سيحدث؟ ملايين الجزائريين سيفرون في كل اتجاهات أقرب اتجاه وأفضل اتجاه هي أوروبا هذه هي خطة الروسية الإماراتية القادمة إن شاء الله سأفصل فيها في لقاءاته القادمة أكثر فأكثر حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته